النهاردة في الفيديو نتكلم عن نتائج مباريات الجولة التانية من دور المجموعات من رياضة كرة القدم السيدات في أولمبياد باريس 2024 ونتكلم عن ترتيب المجموعات ونتكلم عن المنتخبات المتأهلة من دور المجموعات للدور ربع النهائي اللي تأهله رسميا وعندنا كمان في النهاية الفيديو نتكلم عن موعد مباريات الجولة التالتة والأخيرة من دور المجموعات يلا بينا نبتدي الفيديو ونتعرف على نتائج مباريات الجولة التانية نبتدي بالمجموعة الاولى عندنا منتخب نيوزلندا بيخسر بنتيجة 2-0 من منتخب كولومبيا والنهاردة منتخب فرنسا المستضيف للبطولة بيخسر بنتيجة 2-1 من منتخب كندا ومنتخب كندا طبعا وضع صعب جدا كانت خاصة منه 6 نقط عقوبة على منتخب كندا فوضع صعب جدا لكن ممكن يتأهل الدور ربع النهائي وعندنا في المجموعة التانية منتخب استراليا لعب قصاد زنبيا مباراة قوية جدا زنبيا كانت كسبانا 5-2 لكن استراليا بيعمله ريمونتادة قوية جدا 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 6-5 يعني مباراة صعبة جدا فوض استراليا يعني يستحقوه ومنتخب امريكا بيفوض بنتيجة 4-1 على المانيا فوض صاحق على منتخب المانيا وفي المجموعة التالتة عندنا منتخب البرازيل بيخسر بنتيجة 2-1 من منتخب اليابان ريمونتادة قوية جدا من منتخب اليابان البرازيل كانت كسبانا 1-0 لحد الدقيقة 91 لكن اليابان بيسجلوا هدف التعادل في الدقيقة 91 ويسجلوا الهدف التاني في الدقيقة 96 ريمونتادة قوية جدا من منتخب اليابان وعندنا منتخب اسبانيا بيحقق الفوز التاني في دور المجموعات على منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0 وبكده يكون ترتيب المجموعات كالتالي المجموعة الاولى بيتصدرها منتخب كولومبيا بتلت نقاط والمركز التاني فرنسا تلت نقاط والمركز التالت كندا بلا اي نقاط مع انهم فازوا موتشين لكن زي ما قلنا عليهم عقوبة انهم يتخصم منهم ست نقاط بسبب الطائرة المسايرة طبعا اللي كان حصلت والمشكلة اللي حصلت وعقوبة قوية جدا على منتخب كندا لكن كندا عندها فرصة في الجولة الثالثة انهم يحققوا التأهل للدور ربع نهائي والمركز الرابع نيوزلندا بلا اي نقاط ما كسبوش اي مباراة المجموعة التانية بيتصدرها منتخب الولايات المتحدة الامريكية بست نقاط طبعا فازوا موتشين وبكده بيتأهلوا للدور ربع نهائي رسميا والمركز التاني المانيا تلت نقاط والمركز التالت استراليا تلت نقاط والمركز الرابع والاخير زنبيا بلا اي نقاط وفي المجموعة التالتة بيتصدرها منتخب اسبانيا بست نقاط طبعا فازوا موتشين فبتأهلوا للدور ربع نهائي رسميا والمركز التاني منتخب اليابان تلت نقاط والمركز التالت البرازيل تلت نقاط والمركز الرابع والاخير نيجيريا بلا اي نقاط ونظام التأهل بيتأهل الأول والتاني من كل مجموعة رسميا وبيتأهل كمان أفضل توالد بياخدوا منتخبين بس من أفضل توالد وبكده يكون دور ربع النهائي بيكون ثمان منتخبات ست منتخبات بيتأهلوا رسميا المركز الأول والتاني من كل مجموعة وأفضل توالد بياخدوا منتخبين بس من أفضل توالد نخش على موعد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة جولة الحسم اللي هتحدد من اللي هيتأهل الدور ربع النهائي عندنا الجولة التالتة والاخيرة هتتلعب يوم الاربعاء 31-7-2024 عندنا المجموعة التالتة هتتلعب الساعة 6 مساء بتوقيت مصر البرازيل هتلعب اسبانيا واليابان هتلعب نيجيريا والمجموعة التانية هتتلعب الساعة 8 مساء استراليا هتلعب الولايات المتحدة الامريكية وزنبيا هتلعب المانيا اما المجموعة الاولى هتلعب الساعة 10 مساء نيوزلندا هتلعب فرنسا وكلومبيا هتلعب كندا وبكده يكون فيديو النهاردة خلص اتكلمنا فيه عن كل حاجة بتخص كرة القدم السيدات في اولمبياد باريس 2024 اتكلمنا عن نتاج مباراة الجولة التانية وترتيب المجموعات ومنتخب كندا الوضع الصعب جدا لكن عنده فرصة ان يتأهل للدور ربع نهائي مع ان يتخصم منه 6 نقط واتكلمنا كمان عن الجولة التالتة والاخيرة من دور المجموعات اللي هتحدد مين اللي هيتأهل للدور ربع النهائي